السلام عليكم ورحمة الله واهلا بيكم في فيديو جديد كل مشاهدين قناة صنعيها بنفس سكلة تعليم الكروشي نهاردا ان شاء الله الفيديو بتاعنا سهل و سريع هنتعلم مع بعض طريقة عمل شاي الكروشي مستطيل بغرزة جميلة جدا مفرغة غرزة بسيطة بنعتمد فيها بس على الاعمدة وبنكون فراغات ولكن النتيجة جميلة ومميزة وان شاء الله هتعجبكم بس طبعا قبل ما نبدأ الفيديو لو دي اول مرة بتشوفوا القناة اهلا وسهلا بيكم تفضلوا اشتركوا وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد ويتعالوا نشوفوا الخيط اللي انا هستخدم خيط ده خيط اليز هو خيط لأعمال الشد ويادي الفاتلة بتاعته حلينا نقول يعني متوسط طبعا تقدروا تعملوا آآ الغرزة دي بقى لشايل او لغير شايل للصيف او للشد وتستخدموا خيوط قطن لو هتشتغلوا الغرزة دي للصيف وسمك الخيط بتاعي زي ما قلتلكم متوسط بتستخدموا الابرة المناسبة لسمك الخيط يعني بنستخدم الابرة المناسبة لسمك الخيط بالزبط معي هنا الابرة بتاعتي رقم اربعة مليمتر بتفرق وانا كتير بقول لكم قبل ما تبدأوا شغل جربوا كده آآ كم سطر بالخيط والابرة اللي انتو حددتهم وشوفوا شكل الورزة هيبقى عامل ازاي يلا نبدأ ونقول بسم الله مبدئيا كده انا غيرت مقس الابرة خليته تلاتة ونص حسيت بصراحة ان اربعة يعني كبيرة عن سمك الخيط فتلاتة ونص هي جاي بسمك الخيط بالزبط عايز ابدأ بسلسلة بعرض الشايل بتاعي وبعد كده هبتدي ارتفع لحد ما هوصل الطول اللي انا عايزة ادي وقدة البداية عايزين سلسلة من مضاعفات الرقم ستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة افضل اضعف رقم ستة كمان مرة كده نضعف الرقم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهكذا الحد ما توصلوا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة الحد ما توصلوا العرض الشال واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة او حتى لو مش شال يعني المشروع اللي انتو بتشتغلوه مضاعفات الرقم ستة لحد ما تجيبوا المقاس المطلوب حط ايدي كده على اخر سلسلة وهرتفع من هنا تلاتة سلسلة ودول انا هتبارهم عمود بلفة فهلف الاخت على الابرة افوتهم وهروح للربع يعني انا بفوت تلاتة سلسلة بروح كده للسلسلة رقم اربعة وهشتغل عمود بلفة وعلى السلسلة او الحلقة اللي بعدها بشتغل عمود بلفة وهكزا واخد كل الحلقات كده مش هسيب ولا حلقة فاضية ماشية بشتغل كده عمدة بلفة خلي بالكوا السلسلة بتاعتنا اصلا في البداية كانت من مضاعفات الرقم ستة وانا زودت تلاتة سلسلة واعتبرتهم عمود وهكمل كده بنفس الطريقة اعمدة بلفة على كل السلسل اللي قدامي وخلو الشغل يبقى يعني مستريح مش مستريح زيادة عن اللزوم احنا عايزين الاعمدة تبقى مش بعيدة عن بعضها ادي الاعمدة هكملهم وادي السطر وصلت لنهايته واشتغل كده اخر عمود انا كنت بقول لكم هنا هي الغرزة عبارة يعني عن اعمدة وفراغات فانا عايز الاعمدة تبقى شكلها واضح يعني مش بعيدة عن بعضها او ما يكونش فيه فراغات ما بينها ادي تلاتة سلسلة وبلف الشال ويبقى ابتدي هنا اشتغل انا كده خلاص اشتغلت اول عمود اللي هو تلاتة سلسلة دول هفوت اول عمود هنا واروح على التاني وهاشتغل عمود بلفة واروح على الغرزة اللي بعدها واشتغل كمان عمود بلفة كده يبقى انا اشتغلت تلاتة وهدي كده بندخل تحت لفتين خيط ونشتغل عمود بلفة وكده عمود بلفة انا ماشي اعمدة بلفة على كل الغرزة يعني هو السطر ده تكرار للسطر اللي فات نكمل كده اعمدة بلفة لازم يبقى عدد الاعمدة اللي عندي يبقى آآ من مضاعفات الرقم ستة خلصت كده يبقى من مضاعفات الرقم ستة زائد واحد اشتغل كده عمود ياخر عمود بنشتغله هنا متطلخبطوش ومتفوتوش لسلاسل دي لان احنا اعتبرناها عمود من البداية بعد كده واحد اتنين وبدخل في السلسلة التالتة ويبقى اشتغل عمود بلفة تمام كده يبقى السطرين دول شغلوهم واحد نفس عدد الاعمدة مفروض يكون موجود في السطرين عدد الاعمدة يكون من مضاعفات الرقم ستة زائد واحد ارتفع هنا للسطر الجديد تلاتة سلسلة وباعتبرهم عمود بلفة ويبقى لفشال هنا هنكون سطر فراغات هلف الخط على الابر خلاص انا اشتغلت كده اول عمود اللي هو التلات سلاسل افوت اول عمود وهروح على التاني واشتغل عمود بلفة وبس عايزة ابدأ بعمودين مش اكتر بعد كده هرتفع واحد اتنين تلاتة تلاتة سلسلة احنا بنكون فراغات فبالتالي افوت عمود والتاني والتالت وهروح هنا للعمود رقم اربعة وهشتغل العمود بلفة وعلى العمود اللي بعده عمود بلفة والعمود اللي بعده هشتغل عمود بلفة كده يبقى رقم تلاتة اشتغلت تلاتة اعمدة بلفة متتالية هشتغل تلاتة سلسلة اكون فراغ تاني هلف الخيط وهعد واحد اتنين تلاتة وهدخل هنا في الغرزة الرابعة وهشتغل برضو تلاتة اعمدة بلفة متتالية ده كده التاني والعمود رقم ثلاثة ده التكرار اللي همشي عليه او همشي به على طول السطر فراغ ثلاثة سلسلة وبنفوض ثلاثة عمود وبنشتغل ثلاثة عمودة فوض كده واحد اتنين ثلاثة وبدخل هنا في الرابع شايفين هي الغرزة سهلة ولكن انتو لو مش مركزين السطر عمره ما هيزبط معاكم مهما تكون الغرزة سهلة فخليكم معايا كده لحد نهاية السطر نشوف السطر لازم يزبط على ايه لازم يتبقى هنا خمسة او خمس غرز فضين علشان اشتغل عليهم نهاية السطر ارتفع ثلاثة سلسلة ويبلف في الخيط وهرجع عد هنا واحد اتنين ثلاثة وادخل هنا في رقم اربعة علشان اشتغل عمودين يعني لازم في النهاية اقفل على عمودين هذه عمود والعمود الثاني هشتغله هنا سلسلة واحد اتنين وبدخل في التالتة او يعني من غير ما تعده السلسلة اللي بعد العمود بندخل وبنشتغل اخر عمود عندنا يبقى انا كده نهيت باتنين عمود بلفة زي بداية السطر اتنين عمود بلفة واده شكل السطر بداية السطر عمودين وانهايته عمودين وفي خلال السطر ثلاثة عمود ايه دي تلاتة سلسلة واردو باعتبارهم عمود بلفة هنكرر نفس السطر اللي فات بالزبط خلاص اشتغلت كده اول عمود هلف الخيط وهروح على العمود الثاني هدي كده خلاص عمود هفوت عمود كده 와روح على الثاني واشتغل العمود بلفة يبقى انا كده بدأت بعمودين تلاتة سلسلة نفس الشغل اللي اشتغلناه السطر اللي فات وبالف الخيط على طول هينا هروح على التلاتة عمودة دول فوق كل عمود هاشتغل العمود ما تنسوش كمان اروح على قناة التانية قروشي ستوديو اشتركوا فيها ان شاء الله هتعجبكم قوي واللنك بتاعها دايما انا سايبها في صندوق الوصف ان شاء الله تستفيدوا منها وبرضا قلولي رأيكم في التعليقات رأيكم في القناة يعني لو ليكم اي تعليق عليها ادي هنا الفراغ بنسيبه وبنروح على طول على الاعمدة فوق كل عمود بنشتغل عمود ادي كده العمود التاني والعمود التالت يعني شايفين غرزة مفيش اسهل من كده نفس السطر اللي فات بارجع ارتفع تلاتة سلسلة يعني هي الغرزة دي بالشكل ده كده بتبقى من تكرار اربع سطور سطرين سطرين ادي كده عمود وهنا بنشتغل عمود يعني دي الغرز بقى المناسبة للمبتدئين قوي قوي لو لسه متعلمين الكروشي جديد من ايامي قداروا يطبقوا الغرزة دي على شكل جميل ومميز جدا والنتيجة هتعجبهم لان الغرزة السهلة ما فيهاش مجال ان النتيجة النهائية يعني تطلع فيها لاخباطة او الشكل مش مزبوط او تباين ان اللي اشتغل الغرزة دي حد مبتدئ او كده لكن طبعا تركيز في الشغل شدة ايدينا تبقى واحدة الورزة تطلع مزبوطة ودي سطرين فراغات وكده انا خلاص خلصت السطور بتاعتي سطرين اعمدة وسطرين فراغات بمنتهى البساطة كده وبعد كده هنبتدي نكرر تاني نفس السطرين بتوعي الاعمدة برتفع تلاتة سلسلة ويبقى لف الشال وهبدأ اكرر تاني سطر الاعمدة بس تركزوا معي برضو في السطر ده فهو تقاول عمود وروح على التاني واشتغل عمود هيقابلني فراغ التلات سلسل هنا برضو هدخل تحت الفراغ ده وهاشتغل تلاتة عمود بلف شغلين ايوا بنشتغل اعمدة بس نركز في شغلنا علشان لازم عدد الاعمدة يزبط معنا ايدي تلاتة عمود هشتغل فوقهم تلاتة عمود ازاي بقى يزبط معنا بعد ما هتخلصوا السطر ده لو حابين تتأكدوا من شغلكم لازم تعدوا عدد الاعمدة ايدي الاعمدة يعني انا بقفل على الفراغات اللي في السطر اللي فات السطر ده طبعا بيظهر سطرين الفراغات وبيخلي لغرزة تبان وهي كده كده بتبان يعني من اول شوية سطور وهنا في الفراغ باشتغل تلاتة عمود ايدي العمود التاني والعمود التالت ايوا شايفين غرزة منظمة جدا شغالة كلها تلاتة تلاتة وهنا فوق الاعمدة نشتغل تلاتة عمود بلفة او انا كنت بقولكم على عدد الاعمدة لازم لما تخلصوا عدد الاعمدة في السطر ده لو حابين يعني تتأكدوا من شغلكم لازم عدد الاعمدة يكون برضو من مضاعفات الرقم ستة زائد واحد ايدي عمود والعمود رقم تلاتة هيقبلني على طول التلاتة عمدة يعني خليني معاكم كده لنهاية السطر ده ايدي التلاتة عمدة فوق كل عمود هشتغل عمود على القناة بقى هتلاقوا غرس كتير جدا للشال المسلس والمستطيل ان شاء الله هتعجبكم كلها ان شاء الله غرس سهلة يعني فيها طبعا غرس فيها تفاصيل بس انا شرحتها بكل تفاصيلها ان شاء الله لو حابين تنفزوها باذن الله هتبقى سهلة ايدي تلاتة عمدونين هي هنا بعمودين في نهاية السطر ايدي عمود وطبعا العمود التاني هنشتغلوا هنا في السلسلة التالتة من التلات سلاسل تمام كده خلص خلصت السطر ايدي شكل السطر لو مبتدئين ما تعتمدوش على الشكل يعني انا بقول لكم عدوا كده السطر ده علشان يعني هيتبني عليه السطر اللي جاي وهكذا سطر الفراغات يبقى مزبوط يبقى ده السطر اللي احنا كررناه هنا لازم العدد يبقى من مضعفات الرقم ستة زائد واحد تعالوا كده نتأكد سريعا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وارجع تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة نعد تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة نعد تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ودي رقم 6 والعمود الزيادة هنا اللي هو الثلاث سلاسل يعني خلينا كده بشكل عامل انا بقولكوا تأكدوا من العدد فانتوا بتتأكدوا بالطريقة دي تفضلوا الضعف رقم 6 زي ما بدأنا سلسلة البداية وهكذا برتفع ثلاثة سلسلة للسطر الجديد وبالفشال وببدأ برضو اشتغل سطر الاعمدة يعني فوق كل عمود بنشتغل عمود على العمود اللي بعده كده نشتغل عمود وهكذا لحد نهاية السطر ودي نهاية السطر خلاص خلصته قررت كده انا السطرين بتوع الاعمدة وهنرجع تاني نكرر السطرين دول اللي هما سطرين الفراغات برتفع ثلاثة سلسلة بعتبرهم عمود هبدأ بس معاكو السطر ده بلف الخيط فوت عمود كده وارح على التاني بشتغل عمود بعد كده نرتفع ثلاثة سلسلة فيش اسهل من كده ونفوت واحد اتنين تلاتة وادخل هنا في الجرزة الرابعة وهمشي بقى بنفس الطريقة اشتغل ثلاثة أعمدة بلفة متتالية ايه دي ثلاثة أعمدة ونرجع نشتغل ثلاثة سلسلة واحد اتنين تلاتة وبدخل هنا في الغرزة الرابعة وبرجع اشتغل ثلاثة اعمدة بلفة متتالية وهفضل ماشي على نفس التكرار ده لحد نهاية السطر. ايه دي كده العمود التالت. غرزة في منتهى السهولة. وهي دي شكل الغرزة. غرزة بسيطة. مدرن طبعا الغرزة دي. يعني اللي مش بيحبوا كده غرز فيها تفاصيل. اي دي تلاتة سلسلة وبنرجع تاني نكرر سطر الفراغات. على العمود طبعا بنفوض عمود ونروح على التاني واشتغل عمود بلفة. وتلاتة سلسلة ونكرر نفس السطر بنفس الشكل. فوق التلاتة اعمدة هاشتغل تلاتة اعمدة. وادي العمود التالت. وتلاتة سلسلة وبيمشي التكرار بنفس الطريقة كده. طبعا بتفضلوا تقرروا بنفس الطريقة لحد ما بتوصلوا للمقاس اللي انتم عايزينه. هكمل كده السطر بسرعة وارجعلكم. وخلاص كده خلصت السطر. يعني انا حابة كده اشتغل شوية علشان تشوفوا شكل اللي غرزة. اي دي شكل اللي غرزة? بتبدأوا ايه سلسلة بتاعتكم بالعرض اللي انتم عايزينه? حددته خلاص من البداية. ونفضل نكرر كده في السطور دي. بنفس الطريقة زي ما انا اشتغلت لحد ما توصلوا لطول الشال اللي انتم عايزينه. جرزة من الناحيتين. يعني هي من الوش والدهر زي بعض. فانتم يعني بمجرد ما هتخلصوا بتوقفوا شغل. عند سطرين الاعمدة بتشتغلوا يعني السطرين اللي هما فيهم اعمدة بس. وبعد كده بتمشوا على القطعة كلها. يعني على القطعة كلها من الاربع جوانب. الاربع جوانب دول تمشوا عليهم بجرزة حشو. مش عايزين اكتر من كده. وكده خلاص وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. لحد ما نتقابل في فيديو جديد هسيبكم فرعيت اللي.